بسم الله وعلى بركة الله نستأنف جلساتنا العلمية والأمر يتعلق بالجلسة العلمية الثانية إن شاء الله وتعالى والمعانونة بالتجديد والتقصيد في علوم القرآن والسنة النبوية إذن على بركة الله نبدأ بأول متدخل الأمر يتعلق بالدكتور مولي عمر بن حمد هو أساد التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية وغنياً والتعليف وهو من مواليد منطقة تافلات بقصر السهليبي الراشدية عنوان مداخلتي حول تجديد علم أصول تفسير الواقع والمآل تجديد علم أصول تفسير الواقع والمآل فليتفضل مشكوراً إن شاء الله وتعالى بسم الله والسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي يسر أن نكون بين الإخوة ونبارك لهم تنظيم هذا المؤتمر العالمي الأول في هذا الموضوع الهام والهام جداً في تجديد العلوم وتقصيدها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه بالمؤتمرات والنذوات ويكون انطلاقاً مباركاً إن شاء الله تعالى لأعمال علمية راشدة وأنا سعيد جداً بوجودي بينكم والحمد لله الذي يسر الحذور بعد الأسباب التي تحدث عنها سيد رئيس الجلسة من غير إطالة ندخل مباشرة إلى موضوعنا الذي هو تجديد علم أصول التفسير الواقع والمآل الحديث عن علم أصول التفسير في الحقيقة هو حديث عن علم يتبلور عن علم بعد لم يكتمل بناؤه ولذلك التجديد فيه انصب أساساً على سد هذا الفراغ بمحاولة استكمال بناء علم أصول التفسير وهذه المسلمة هي حقيقة الآن متداولة بين المهتمين وبين الدارسين لهذا العلم والداعين أيضاً إلى جمع مباحثه وأمامي دراسة علمية في غاية الأهمية أيضاً رصدت هذا العلم كان لشرف أيضاً مراجعتها وضبطها وهي أصول التفسير في الواقع المعاصر هذا العنوان الكبير وصدر منها ثلاث أجزاء الجزء الأول هو أصول التفسير في المؤلفات والجزء الثاني أصول التفسير في آراء المتخصصين والجزء الثالث ببليغرافية المؤلفات في أصول التفسير وقواعده وهذه الورقة اعتمدت أساساً على نتائج هذه الدراسة في محاولة لتقريبها على أساس أن هذا العمل العلمي الرائد فعلاً يعطي صورة دقيقة إلى حد بعيد عن واقع علم أصول التفسير وقبل ذلك نقول وبالله التوفيق أول ملحظ يمكن أن نسجله فيما يخص علم أصول التفسير على خلاف علوم شرعية كثيرة وهو أن هناك في عصرنا هذا كانت هناك دعوة إلى إفراده وجمع مباحثه بمعنى أن هناك علوم نذجت واحترقت وعلوم لا هي نذجت ولا هي احترقت وعلم أصول التفسير يدخل في هذا الصنف الثاني فإلى عهد قريب لا يكاد يذكر الناس إذا ذكر علم أصول التفسير إلا رسالة ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير تسأل الناس عن كتب التفسير يذكرونها هكذا ولكن إن سألت عن كتاب في أصول التفسير لا يكاد يستحضر الناس إلا رسالة ابن تيمية التي تعود إلى القرن الثامن وحتى هذا العنوان أصول التفسير لم يكن من وضع ابن تيمية رحمه الله وإنما هو من وضع ناشر الكتاب وإلا فابن تيمية تحدث عن وضع مقدمة إن شئتم مقدمة عامة طلب منه أن يكتب مقدمة عامة تتضمن قواعد كلية تعين على التمييز في التفسير بين صحيحه وباطله ولكن الذي نشرها وهو أيضا من المعاصرين هو الذي أعطاه هذا الاسم واشتهرت به وعرفت به بمعنى أن يجوز أن أقول بأن حتى عنوان رسالة ابن تيمية هو للمعاصرين ولم يسى للمتقدمين وأقدم رسالة عرفت باسم علم أصول التفسير هي رسالة لولي الله الدهلوي له كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير يعني استعمال المصطلح وأنا معتمد أساسا هذه الدراسة وما يعني المعايشة لهذا الموضوع إذن قلت أول ما ميز هذا العلم هو الدعوة إلى إفراد مباحثه بالتأليف وها هنا أمر في غاية الأهمية لا يظن ظان أن علومنا الإسلامية هي على مستوى واحد من النج والاكتمال بل هناك فراغات كثيرة أيضا بذرجات متفاوتة تحتاج إلى جهود باحثين جادين لسد هذه الفراغات من بين المهتمين والمشتغلين بهذا العلم أذكر دكتور محمد بن لطفي السباغ هذا صدر له كتاب بحوث في أصول التفسير يقول عن هذا الإشكال الذي أشير إليه ونود أن نقرر الآن وهو يتحدث في سنة 1988 ميلادية إذن في 1988 ميلادية يعني أواخر القرن العشرين يتحدث هذا الحديث يقول ونود أن نقرر الآن أن هناك درورة علمية ملحة لإفراد مباحث هذا العلم أي علم أصول التفسير وإبرازها تحت عنوان قرآني متميز وفي حيز خاص لخدمة كتاب الله التبارك وتعالى ببعنى أنه وهو أحد المشتغلين أيضا لا يجد كتابا جامعا إلى هذا التاريخ ويقول ها هنا حاجة إلى إفراد مباحث هذا العلم وجمعها خدمة لكتاب الله تعالى ثم يحيل على بعض مضان هذا العلم ويقول ذلك لأن بقاء تلك المباحث العميقة والقواعد الرائعة حيث ذكرنا ولا سيما في علم أصول الفقه لأن بقاءها هناك يجعلها بعيدة عن ساحة الحضور والتصور يشير الأستاذ هنا إلى أن مادة مهمة جدا من علم أصول التفسير تتقاطع مع علم أصول الفقه على اعتبار التقارب بين العلمين في دائرة عناية الأصوليين بالقرآن الكريم طبعا التقايا في العناية بالقرآن الكريم وافترقا علم أصول الفقه يركز في القرآن الكريم على الدائرة التشريعية والمفروض في علم أصول التفسير أن يشتغل بالقرآن الكريم كله عقيدته وشريعته وآذابه وقصصه وما شئت من هذه المعاني بمعنى علم أصول الفقه لا يمكن أن يسدّم سد علم أصول التفسير ونفس الشخص يقول يعني نفس الباحث محمد بنطفي الصباق أيضا يقول فإن إقرار تلك المباحث من أصول التفسير وإبرازها تحت عنوان خاص يتيح لها مزيد من التحرير والتنقيح والزيادة والتسديد فطاقات البشر متكاملة والمواهب غير مقصورة على زمان ولا بلد فقد تأتي عبقرية وموهبة فذّة وتسهم في إطراء هذا العلم وتكميله إذن هذه شهادة أحد المهتمين والمتتبعين أضيف شهادة ثانية لشيخنا دكتور الشاهد البشيخي يعني وهو يتحدث أيضا عن هذا الفراغ إذن حين نتحدث عن تجديد العلوم أحيانا يكون بإيجادها بتحريرها بإبرازها وهذا الذي يصدقه على علم أصول التفسير يقول أستاذ الشهاد البشيخي حفظه الله علم بيان القرآن هذا اصطلاحه أو هذا الذي يختار أو يتمنى أن يسمى هذا العلم باسمه أو أصول التفسير عاد إلى الإسم المتداول الذي هو أصول التفسير وإن كان للأستاذ شيخي أنا اصطلاح أصول التفسير أحب إليه قلت علم بيان القرآن أو أصول التفسير الذي ما زال ينتظر جهودا صادقة مخلصة لاستخلاصه من مصادره وتخليصه مما التبس به وتصنيفه وتكميل بنائه علما ضابطا لبيان القرآن الكريم من الفهم السليم حتى الاستنباط السليم أكتفي بهتين الشهادتين من خبيرين بالدراسات القرآنية محمد بلوت في صباغ والأستاذ الشهد البوشيقي حفظهم الله ورعاهم هذه الدعوة وهي دعوة معاصرة كما تلاحظون ومن معاصرين أحياء حصلت بحمد الله استجابة واسعة لها تشهد لها هذه الببليغرافية التي هي أمامنا الآن عن الدراسات التي أنجزت في علم أصول التفسير والتي يشهد أصحابها أن أغلبها دراسات معاصرة أغلب هذه الدراسات دراسات معاصرة نحن نتحدث في أصول التفسير عن الشعور بالفراغ مع طوفي في القرن الثامن وفي نفس القرن كلمات لابن تيمي أيضا في رسالته النفيسة ثم هناك فراغ يعني إلى الآن ليس هناك إلى القرن الثاني عشر مع عبد الحميد الفراهي في كتابها التكميل في أصول التأويل ثم كانت يعني يجوز أن أقول النهضة أو الانبعاث الجديد لعلم أصول التفسير في عصرنا هذا المؤلفات أيضا إذن أغلبها في هذا العصر وهذه النتائج يعني هذه الدراسة العلمية والتي مما جاء فيها فإن المؤلفات التي تناولت الموضوع في عصرنا حالي تجاوزت المئة مؤلف بحسب الدراسة إذا كنا في فترة من الفترات نتحدث عن كتابة وكتابين الآن هناك أكثر من عنوين طبعا ليست كلها على درجة واحدة ولا كلها مطبوع متداول ولا كل ما طوع منها يعني متأسر يعني الحصول على النسخة منه ولكن وجود هذه العنوين دليل صحوة دليل يعني انتعاش إن شئتم لهذا العلم ولكن هذا الإنجاز طبعا لا ينبغي أن يحجب عنا واقع علم أصول التفسير يعني الاهتمام به والدعوة إليه وإفراده بالتأليف بهذا العدد من المؤلفات لا يحجب إشكالات عديدة من بينها هذه الكتب الموجودة والمتداولة تعمها فوضى اصطلاحية وعدم وضوح رؤيا يعني حتى في اسم العلم ليس هناك اتفاق على تسميته أن يسميه علم أصول التفسير أم علم أصول التأويل أم علم بيان القرآن وهل نكتفي بهذا العسم أم نعطف عليه قواعد التفسير نقول أصول التفسير وقواعده وغير ذلك هناك نوع من عدم وضوح رؤيا طبعا القضية الاصطلاحية على أهميتها إن عكست أيضا على المضامين بحيث أن الرسائل والكتب المؤلفة في هذا العلم تكاد يكون كل مؤلف هو يعني نسج لوحده يعني أنه ينسجه صاحبه وفق الرؤية التي قامت في ذهنه ليس هناك تصور مشترك ناضج متكامل بين المهتمين وبين الدارسين إذن أيضا هذه الدراسات وأنا أحصيت ما جمع في هذه الدراسة حوالي 136 دراسة معنونة بأصول التفسير في هذه البليغرافية وهي أشكال مستويات متعددة المؤلفات حوالي المئة كما سبقت الإشارة هناك مقررات دراسية في أصول التفسير هذا الموضوع غير موجود عندنا في المغرب لم تكن مادة أصول التفسير من المواد المقررة أنا خريش شعب الدراسات الإسلامية لم نكن ندرس مادة اسمها مادة أصول التفسير إذن مادة أصول التفسير هي من المواد التي أدرجت باعتبارها مادة في مقررات الدراسات الإسلامية خاصة في السنوات الأخيرة وإلا قبل ذلك لم يكن هذا المصطلح متذاولا ولكن هناك مقرر دراسية في بلدان أخرى خاصة بلاد السعودية وغيرها هناك بحوث للمؤتمرات أيضا كما هذا المؤتمر بحمد الله هناك نوع من العناية بهذا العلم في بعض المؤتمرات وهناك بحوث لمجلات قليلة جدا رسائل علمية وهذا مؤشر جيد الرسائل العلمية التي سجلت على مستوى الماستر أو الدكتورة في موضوع أصول التفسير تتزايد هذا يشهد لنمو لهذا العلم وعناية متزايدة به أحصت الرسالة أكثر من 34 رسالة ماستر وماجستير وأحصت أكثر من الله أكبر إذن أمر بسرعة حتى لا يمضي الوقت المؤلفات في أصول التفسير والمساحات الفارغة بالمناسبة على ذكر المؤتمرات العلمية يعني أغلب البحوث التي ذكرت في هذه الببليغرافية تحيل على المؤتمر العالمي الذي نظمته مؤسسة مبدع في موضوع علم أصول التفسير الواقع والآفق نشرف أن بلادنا احتضنت في سنة 2015 مؤتمر علمي رائضاً في هذا الموضوع ويشكل مادة أساسية في هذه الدراسة أشرفت عليه المؤسسة العلمية أيضاً الرائدة التي هي مؤسسة مبدع مع شركائها وهناك بحث أخرى قدمت لمؤتمر سابق كان أيضاً هو في موضوع علوم القرآن الكريم قلت باختصار المؤلفات في أصول التفسير والمساحات الفارغة عدم تحرير المفهوم يعني هناك إشكالات أخرى أختم لعله بركن أعتبره من أركان أصول التفسير لا يقع التركيز عليه بالشكل الكافي الآن إذا أطلقت أصول التفسير قد تنصرف إلى مصادر التفسير وهي من المباحث التي شبه البحث فيها الصورة فيه اكتملت أو تكاد هناك أيضاً مبحث قواعد التفسير أيضاً هذا جيد مبحث مقاصد القرآن الكريم من المباحث التي تحتاج إلى عناية خاصة ولا أريد أن أطيل أكتفي بها القدر وشكراً السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر